من جانبه طالب قائم مقام عمرية الصمود شاكر العيساوي وزارة الهجرة والمهجرين بالتدخل الفوري لإنقاذ نازحي جرف الصخر والعويسات الموجودين في القضاء نتيجة تهالك خيامهم بسبب موجة الأمطار للمرة الثانية على التوالي خلال هذا الموسم هطول كميات كبيرة من الأمطار وتحديدا في مخيمات النازحين اليوم معاناة كبيرة في داخل هذه المخيمات من نازحين متواجدين في قضاء عامل الصمود من نازحي جرف الصخر ونازحي العويسات والنازحين من باقي أقضية ونواحي محاط الأنبار اليوم باسم قناتكم نطالب وزارة الهجرة والمهجرين بالتدخل الفوري والسريع لإنقاذ العوائل النازحة في هذا القضاء بسبب تهالك أغلب الخيم الموجودة في هذه المخيمات وسبب تضرر جميع الممتلكات الموجودة داخل المخيمات فتحتاج هذه العوائل إلى دعم كبير من قبل المنظمات الدولية المحلية من وزارة الهجرة والمهجرين ليغاثتهم وتقديم مساعدات الغذائية والإنسانية والطبية لهذه العوائل بالإضافة إلى نحتاج إلى إصدار قرار حكومي بعودة ما تبقى من العوائل النازحة إلى مناطق سكنها الأصلية بالتنسيق مع وزارات الهجرة والمهجرين من أجل إكمال عودة العوائل النازحة إلى كل حسب منطقة سكنها الأصلية فهذه مناشدة إلى الحكومة المحلية إلى وزارة الهجرة والمهجرين بالتدخل الفوري والسريع لإنقاذ